بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بإذن الله معنا برحمة أحمد عبد الحميد سوف نتحدث عن النخيل البرحي بنتجورة النخيل البرحي يتميز لأنه يتزارع في مصر يتزارع من أول أسوان لحد مطلوب وكل محافظة يكون مختلفة والنخيل البرحي يتميز أنه يطلع فسائل كثير كما ترى ثلاثة فسائل ثلاثة فسائلة ثلاثة فسائلة ثلاثة فسائلة ثلاثة فسائلة النخيل البرحي يتميز أنه ينتج من حركة 150 كيلو إلى 250 كيلو ويكون الناس قبله وعنده قبول في السوق المصري معروف ومحبوب وميزة تأكل ليس من النوع لأنك تشرب منه ومحترمة كمية سكريات ومحترمة حتى لو كانت أي كمية منه سعر الكيلو سعر الكيلو سعر الكيلو سعر الكيلو أول ما بدأ وأول ما نزل كان بـ 80 جنيه ثلاثة 50 جنيه ثلاثة 120 جنيه ثلاثة 20 جنيه ثلاثة 50 جنيه ثلاثة 200 جنيه ثلاثة 200 جنيه وكان خلص في مصر وخلص في السعودية فقال في السعودية ثلاثة يمكن أن يزرع النخيل البرحي أهم شيء يكون هناك شمس هناك أهم أهم حاجة هل يحتاج جو جاف؟ لا يحتاج جو جاف ومتوسط أيضا يمشي ولكن كل ما كان الجو جاف أكتر كل ما كان إنتاج أكتر وفي نفس الوقت لا يزرع في بوت أو أصيس لا يجب أن يزرع في الأرض يجب أن ينزل في الأرض ويكون هناك فسح أو مكان واسع يجب أن يتعرض للشبس كثيرا نعم 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 هل يمكن أن تديني أنتاج حوالي كم كيلو؟ نعم على أول التبشير ستديني في حركة 20-30 كيلو ثم ثم تزيد ثم تزيد هل يبقى الارتفاع طويل أم لا؟ لا يطور غير المصري هناك نخيلة من 15 سنة ثم تزيد منه ثم تزيد منه ثم تزيد منه ثم تزيد منه نعم ثم لا ثم تزيد منه ثم تزيد منه لم يتم تزيد منه عبر المعاملات نعم مثلا من الامراض او الحشرات او كده. بنتعامل ايه او بنرش عليها. بيترش مثلا حشر نقول مثلا كل 15 يوم تمام ومع فضل برضو كل 15 يوم بنتدوله فضل و بنتدوله حشر. تمام عشان اضمن من ما يجيوش سوس النخيل او كلام ده يعني كمعاناة كده منه. كعناية منه. تمام مش مش. الف شكرا. شكرا.